الكلام ده ينطبق على تحديات أخرى كثيرة أنا عشان مثل ما أخدش منكم الوقت كتير لكن اللي أنا بقول عليه ده دي اقطاعات كان لابد أن احنا نشتغل عليها ونتحرك فيها في سياق أو في نسق واحد ما كانش فيه أولويات ما أقدرش كان لابد أن أنا أتعامل وبرضو بقول تاني كل دولة المفروض أن مسئوليها أدرى بثقافة وممارسات شعبها وبالتالي بيضع الحلول التي تتناسب مع الطبيعة مع الشخصية مش بش اللي ينفع عندي يمكن ما ينفعش عند حد تاني واللي عند حد تاني يمكن ما ينفعش عندي لأن كل بلد لها خصوصية ودي طبيعة دخلت ربنا سبحانه وتعالى فنرجع تنقول إن التحديات اللي كانت موجودة في الدولة المصرية جودة التعليم على سبيل المثال ده تحدي آخر حد يعرف أن أنا عندي في التعليم الأساسي 25 مليون وفي الجامعة 3 ونصة 4 مليون وبيتخرج كل سنة 700 ألف 700 ألف حد يعرف أن في عندي تحدي نمو سكاني إن إحنا في 2011 كنا 81 مليون النهاردة بعد 10 سنين تقريبا بقنا 105 مليون يعني زدنا 25 مليون في 10 سنين طب هو العدد ده الحكاية اللي أنا بحكها لكو دي معناها إيه؟ معناها هي مسار حكومة كفحت على قد ما قدرت في ظل ظروف محددة عشان تحل المسألة أغ게 بنحان تحل المسألة بخلاص اغumed tons تحل المسألة شكرا